تمكنت مصالح ودرك الوطني لدرعان بولاية الطرف من حجز 83 قطعة نقدية وصيف وثلاث مخططات معمارية قديمة لبناء الاقلاع والتي يعود تاريخها إلى العهد الروماني داخل مسكن شخصين في المدينة فادت مصالح الدرك الوطني أنها تمكنت من توقيف شخصين تتراوح عمرهما ما بين 61 و75 سنة تورط في القضية بناء على معلومات موثوقة وصلت إلى المصالح الأمنية وتم توقيفهم بإذن من وكيل الجمهورية